السلام عليكم معكم سارف المطبخ اليوم بنا نعمل بسبوسة الكرهات الشهيرة بسبوسة كتير سهلة وبنفس الوقت فخمة جدا بالتقديم دهبية ومحمرة من برة خفيفة وطرية من جوة وخطوط القشطة يلي علي بتعطيها شكل مميز وطعمة كتير طيبة لتحضير القطر منبدأ بكوبان من السكر منضيفة عليهم كوب من الماء وعلى نار متوسطة منضلنا منحرك كل شوية لحتى تبلش تغلي اول ما يغلي الخليط عنا منننضيف عليه ملح الليمون فيكن نضيفه الحامض بس انا بفضل ملح الليمون بيعطي نتيجة رائعة وما بيسكر القطر ابدا منضيف بس ربع ملع اصغيرة ما مكتر اكتر منحرك تحريكة واحدة ومنتركن لمدة عشر دقايق على نار هادية بوعاء منخلط كوب ونصف ملي سميت حبة وسط بالإضافة لنصف كوب برج جوز الهند ونخلطن مع بعضهم على جنب محدرة الطعام منحطة نامبت بحرارة الغرفة مع نصف كوب من اللبن الزبادي نصف كوب زيت نباتي ونصف كوب من السكر ملع اصغيرة بيكنج باودر وملع اصغيرة سكر فانيليا ونخلطن مع بعضهم لحتى يمتزجوا بشكل كامل منضيف الخليط السائل فوق الاسميد وبرش جوز الهند ونخلطن مع بعضهم بالملعة إذا ما كنت متوفرة عندكم محدرة الطعام فيكن تخلطوا المكونات السائلة بالإيد أكيد تأكدوا أنت نخلط بشكل كامل القوام بدي يكون عندنا متماسك بس منه كتير طقيل للخطوط على الوجه هستخدم قشطة الأيمر فيكن تحطوها بكيس وفيكن من العلبة تعملوا الخطوط منمد خليط البسبوسة بسينية مدهونة بالزبدة إذا تركتوا شوي خليط البسبوسة قبل ما تمدوا حتلاحظوا أنه نشف بتضيفوا له عدة ملاعق من الماء ودغري بيرجع برخيه منمده بهيدا الشكل ومنمسده على الوجه طي يطلع شكله حلو ومنبدأ بعمل الخطوط منبلش من النص ومنروح على اليمين وعلى الشمال بالجهتين وهلأ منفوتها على فرن محمى درجة حرارة 180 مئوية بالرف الوسط نار من الأسفل لمدة 15 دقيقة حتى يتحمروا التراف فينا نحمر شوي الوج بعدين من الأعلى منطلعة من الفرن ومنصقية بالقطر مباشرة هي وسخنة وكرمال التحمير من الأعلى انتبهوا دايما أنه ما تخلوا الصينية قريبة على النار بتصير الأشطة بتنلدع وما بتعطيكون شكل حلو بتكون ياها تكون ذهبية بهيدا الشكل بس تتشرب القطر بشكل كامل من زينا حسب الرغبة حزينا بالفصطو الحلبي المطحون ومن فوقه كمان ححط الورد الجوري المجفف اجمالا هيدا أكتر شكل من تشر لتزين بسبوسات لك الرهد بس أكيد أنتو بتزينوها حسب الرغبة وفيكن ما تحطولها كمان أي شي لحالة شكلها رائع شايفين هاللمعة من فوق وهاللونة الدهبة وخطوطة الأشطة مميزة جدا جدا وكتير لذيذة فيكن تقطعوها بعد ما تتشرب القطر وتقدموها وفيكن تبردو وحسب رغبتكن بالحالتان كتير طيبة وكتير لذيذة خفيفة من جوة وبتفتفت متل ما لازم عن جد تكون البسبوسة هيكم ويكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم جربوها وعطوني رأيكم فيها سحتانوهانا ترجمة نانسي قنقر